احنا البرنامج الاولي اللي هو بدأ سنة 2000 اللي بنعمل قصور غضة ضرقية والفينال الكوتونويل على البيكيو ما زال بيعمل في جميع الوحدات الصحية تخيلوا بقى علشان على فكرة عايز اقول لحضراتكم تكلفة رهيبة جدا البرنامج ده بيتعمل على حوالي اكتر من 5000 وحدة صحية في كل يوم سبت وثلاث على مستوى الجمهورية حوالي 2.5 مولود بيتعمل لهم 2.5 مليون مولود سنويا بيتعمل اما البرنامج المبادرة الرئاسية اللي هي ان تطوير لهذا البرنامج بصفة مبدئية عملناها على المجموعات اللي هو عالي الخطورة اللي هم بيتحجزوا في وحدات الرعاية الحارجة في المبتسرين زي ما نسميها المبتسرين اللي هي بتبقى في المستشفيات فده بنطبقه في جميع المستشفيات اللي تابعة لوزارة الصحة أو التأمين الصح أو المؤسسة العلاجية أو المعاهد التعليمية كل هذه المستشفيات بيتعمل وعاوزة أذكر برضو أذكر أن هذه الخدمات بالرغم من التكلفة الكبيرة بتاعتها بتقدم مجانا ما فيش مليم واحد بيدفعه الأهل سواء في التشخيص أو العلاج أو المتابعة ومهما تكلف العلاج سواء دوائي أو البان علاجية بنحلم بأحلام كبيرة جدا إن إحنا بلدنا تكون خالية من معظم الأمراض اللي إحنا ممكن نتجنبها دايماً الحلم بتاع الأطباء أو الحلم الطب إنه هو يقدر يمنع المرض اللي هو له وسيلة للتشخيص زي ما كلنا بنعرف الوقاية خير ومهما العلاج فالنهار دا إذا كنت أقدر أعرف إنه في مرض أقدر أشخاصه وأمنعه يبقى دا يعني استثمار كبير جدا الخطة المستقبلية أو التطور اللي إحنا بنخطط ليه أكتر من حاجة أولاً بناتساع الدائرة بتاعت فحص الأمراض طب هنوسعه بناء على إيه؟ كل ما بنجد إنه في العالم هنبدأ يكتشف علاج لأحد الأمراض الوراثية ونقدر وفيه وسيلة لتشخيصه هنبدأ ندخله في المنظومة بتاعتنا لأن إحنا زي ما قلنا عاوزين بنعمل منظومة متكاملة أنا مش أشخص بس أنا عايز أشخص وأكد التشخيص وأدي العلاج فلو مجرد أي مرض فيه علاج متوفر مهما كان تمنه هنقدر ندخله في المنظومة الحاجة بقى اللي هامة اللي إحنا بنعملها دلوقتي وهنزودها أكتر وأكتر اللي هو فحص حاملي المرض بالنسبة للأسر المصابة ببعنى أن ما نشخص مرض بقى أفراد الأسرة بقى مش هنسيبها هنبدأ نعمل فحص للتأكد أو تشخيص إذا كان أحد أفراد الأسرة بيحمل السمات الوراثية للمرض ده طب ليه هنعمل كده؟ علشان نبدأ ندي الرسائل الصحية علشان في مرحلة مبكرة أما يجي بقى يكبر ويتزوج يبقى الأهل والأسرة عارفين أنه لابد من اختيار طرف ليس لديه الجين أو غير حامل للمرض ده فبالتالي على المدى البعيد أقدر أمنع معدل حدوث الأمراض لا ده أنا مش هشخص بادري لا ده أنا هخلي المرض أساسا مش هيحدث لأنه حامل المرض ده لو ما تزوجش من واحدة حاملت المرض يبقى ما حصلش خالص لأنه نحن اللي بنعمله دلوقتي بنسميه primary prevention اللي بنعمله دلوقتي secondary prevention لكن primary prevention اللي هو المنع المبدئي بالعربي كده اللي هو الوقاية المبدئية الأولية الوقاية الأولية بتحدث هي منع حدوث المرض أما الوقاية الثانوية اللي احنا بنعملها دلوقتي هي التشخيص المبكر للمرض للحد من المضاعفات بتاعدو للحد من الإعاقة للحد من الإنفاق اللي هو على الأسرة والأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة لو اكتشفته بدري وبالتالي أقدر أمنع المضاعفات فهو ده اللي نابد إنه هو الأسر تساعد فيه وكل يوم فيه تطوير فيه التشخيص والعلاج وتأهيل الحالات اللي احنا بنكتشفها علشان يبقى إنسان طبيعي أقرب ما يكون إلى أقرانه وعلى سبيل المثال إحنا عندنا أطفال من خلال برنامج اللي هو مرض الفناي الكتونوريا اللي اكتشفناهم حالياً دلوقتي أصبحوا أطفال عاديين جداً لدرجة فيه أطفال فيه مدارس اللغات والأداء بتاعهم ودرجة الزكاء كويسة ده جزء زي ده من التشخيص المبكر والالتزام بالمتابعة والعلاج والتزام الأسر برضو بالعلاج بالنسبة لأطفال ترجمة نانسي قنقر